أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطفال بلغ العلا بكماله كشف الدوجة بالجماله عظمت جميع قصاله صلوا عليه وآله مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم برنامج المسلمون يتساءلون الله أسأل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علم بداية سيدي يا رسول الله يا سيدي ولي الفخار بسيدي أنعم بجاهك يا عظيم الجاه إن لم يكن قدري هواكا فإنني بئر معطلة بغير مياهي فاللهم صلي يا ربنا عليه صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا اللهم آمين يا رب العالمين مشاهدي الكرام يعني نعيش في هذه الحلقة المباركة ونحن نتحدث عن أحكام الصيام وانتهينا من أحكام الصيام بفضل الله تبارك وتعالى وقلت في الأيام الماضية أن هذا الصيام له حكم سامية عالية غالية عظيمة كبيرة الله سبحانه وتعالى قل أودعها في آيات الصيام فمن بابي وذكر الحكمة الأولى لعلكم تتكون الحكمة الثانية أياما معدودات الحكمة الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه الكرآن الحكمة الرابعة يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العصر الحكمة الخامسة ولتكملوا العدة السالسة ولتكبروا الله على ما هداكم السابعة ولعلكم تشكرون الثامنة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وكلمنا إن رمضان شهر المنجاة وشهر الدعاء فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين في السر والعلانية الله سبحانه وتعالى سميع قريب والله سبحانه وتعالى لعل الحكمة من وضع هذه الآية بين آيات الصيام وبين أحكام الصيام كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه أن الله سبحانه وتعالى يراه أن الله سبحانه وتعالى يسمع أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه الله سبحانه وتعالى قريب من العبد ما على العبد إلا أن يناجي ربه إلا أن يسأل الله أن يتوجه بكليته إلى المولى جل في علا ولذلك رمضان فرصة عظيمة النهاردة التجارة الرابحة رمضان هو التجارة الرابحة يعني ايه التجارة الرابحة يا مولانا التجارة الرابحة دي أن تتاج مع الله فيه تجارة نكحة وفيه تجارة خسران التجارة الخسران اللي ما فيها يعني درس الجدوى ولا فيها يعني إدارة ولا تنظيم ولا قانون ولا غير ذلك من هذه الأمور كما تعلمون وأي مشروع ليس له دراسة جدوى أو إدارة أو قانون أو تنظيم إلى غير ذلك من هذه الأمور يبقى مشروع فاشل أو تجارة فاشلة طيب التجارة اللي معنا النهاردة مولانا تجارة نجحة ولا فاشلة يعني بتكسب ولا بتخسر لا تجارة ربحة تجارة ناجحة ليه اضطرف مين فيها الله سبحانه وتعالى أنا بتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا إننا نخسر لأن خزائن ربنا سبحانه وتعالى يعني ملئة ممتلئة بالخيرات والفيوضات والنفحات والبركات والعطاءات فالإنسان حينما يتاجر مع العبد يعني قد يعني يضحق عليه يعني ينصب عليه ما يدلش حقه ما يمطل معاه إلا غير ذلك من هذه الأمور إنما ما تجر مع ربنا سبحانه وتعالى بتلاقي الفضل الإلهي الكرم الإلهي التوسعة بتلاقي المزيد البركة العطاء الكبير من ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي أنا بنتكلم عليه إن رمضان تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى ما حدش بيخسر فيه أبدا لأن شهر رمضان هو شهر الخيري هو شهر الجودي هو شهر البركة هو شهر المصرات هو شهر العطاءات هو شهر الخيرات أقول كتير جدا 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 في هذا الشهر المبارك الكريم لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر يعني شهدت أيامه اتصال الأرض بالسماء وتنزل الوحي بالنور والضياء نزل القرآن في هذا الشهر المبارك الكريم فيه ليلة ليلة بس ليلة خير من ألف شهر ومن منا بيعيش أصلا يعني 83 سنة ده عمر أمتك كما قال صلى الله على حضراته وآله ما بين يعني الستين والثمانين وقليل من يتجوز ذلك ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجوز ذلك كما قال صلى الله على حضراته وآله شهدت ليلة بس مش قالك يوم ده ليلة ونشأ الله نتكلم غدا عن ليلة القدر وما فيها من بركات وعطاءات إنما ليلة واحدة بس شوفوا التجارة الرابحة الليلة خير من إيه من عبادة ألف شهر 83 سنة طب وانت هتعيش 83 سنة طائع لله سبحانه وتعالى في طاعة لله إذا كان الإنسان بعد سن البلوخ 15 سنة بيكلف لا يجرى عليه القلم لا يكتب الملائكة شيء إلا بعد سن البلوخ إنما انت 83 سنة مشافيين قدامك خلصانين قدامك ربنا سبحانه وتعالى بلك تفضله بس شرطة ذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتساب وغفر له ما تقدم من ذنبه من قام بس من أداها من عاش فيها من عاش يعني ليلتها من عاش الأجواء الإيمانية الربانية والفيوضات الإلهية التي تطرى في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر مكومات النجاح ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر مكومات النجاح ما تخسرش أبدا زي أي يا مولانا ربنا عملين إيه مثلا في هذا الشهر المبارك الكريم ربنا سبحانه وتعالى يبين أن العبد إذا توجه بكلية إلى ربه أعطاه الله سبحانه وتعالى فالأعمال في هذا الشهر مضعفة الحسن فيه مضعفة والله يضعف لمن يشاء لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القلوسي الذي رواه الحبيب صلى الله على حضرته وآله عن رب العزة كما أخرج الشيخان كل عمل ابن آدم له إلا إيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الذي يكافئ والله قد العمل مضعفه أول حاجة أنت بتدوره على على الأجر على البيزنس على الفلوس أهي الفلوس العملة عندنا في الآخرة بالحسنات والسيئات شوف ربنا قال لك إيه وأنا أجزي به يعني الحسنة ليست بحسنة ولا بعشر ولا بسبعمائة ضعف لا إنما الله يضعفه لمن يشاء لا يعلمه يعني على ذهة إلى الله سبحانه وتعالى للذي قال حينما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد قال لك الحمد ربنا حمدا طيبا مباركا يليق بجلالك وعظيم سلطانك عضلت للملائكة أن تكتب هذه فقالت للملائكة يا الله لقد قال عبدك فلان كذا كذا قال اكتبوها لعبدي وأنا أجازيه بها يوم القيامة أو أجازيه عليها يوم القيامة والحبيب صلى الله عليه وسلم رأى أحد عشر ملكين يعني يصعدون بها إلى السماء يصعدون بها إلى السماء فالأعمال مضاعفة ولذلك يقول الإمام ابن رجب في كتاب لطائف المعارف اعلم أن مضاعفة الأجر للعمل إما بسبب الزمان أو إما بسبب المكان إما لشرف المكان وإما لشرف الزمان إما لشرف المكان أي المكان الذي فعل فيه العمل زي إيه كالعمل الذي يعمل في الحرب الحسنات فيه مضاعفة الحسنات فيه مضاعفة صلى بمئة ألف شوف مضاعفة إزاي الأمر مضاعف العمرة مضاعفة العمرة مضاعفة وشرف الزمان كالعمل الذي يعمل في شهر رمضان برضو مضاعف ولذلك ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه الإمام مسلم فيه صحيحه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة رمضان تعديل حجة أو حجة معي كما قال صلى الله عليه وسلم شوف الثواب بتاعة حد عمرة رمضان تعديل حجة بتساوي حج بتساوي في الأجر شوف الجزاء شوف التجارة شوف مقومات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان شوف مفاصل النجاح اللي ربنا أعطاه للإنسان ولذلك يقول الإمام النخاعي رضي الله تعالى عنه أرضاه اعلم أن يوم رمضان أفضل من ألف يوم وتسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة وركعة في رمضان خير من ألف ركعة في غير رمضان شوف يوم في رمضان خير من ألف يوم تسبيحة خير من ألف تسبيحة خير من ألف تسبيحة ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام وأجود ما يكون في شهر رمضان شوف سيدنا نبي كم بيتعامل إزاي مع هذه التجارة الرابحة مع هذا الشهر المبارك الكريم اللي احنا عملنا ضيعه في سماعي مزلسلات أو في مشاهدة كذا أو في مشاهدة كذا أو في اللعب أو في الشطرانج أو في الكوتشينة أو في الضمنة إلى غير ذلك من هذه الأمور أيها السادة فرصة ده شهر ثلاثين يوم اغتنمهم اغتنم هذا الوقت المبارك في العمل الصالح مع الله سبحانه وتعالى في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى طيب يا مولانا أنا أستفد إيه فاصل ونواصل فانتظروا الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين يا رب العالمين يبقى إذن سيدنا النبا اللهم صل عليه حلمنا كما قال سيدنا بن عباس في هذا الشهر المبارك الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان ليه؟ لأنه يعرف قيمة هذا الشهر المبارك الكريم سيدنا النبا عارف الشهر ده الدئة عظمة هذا الشهر ومكانة هذا الشهر ومنزلة هذا الشهر وشرف هذا الشهر والأعمال التي تعمل في هذا الشهر فكم بيعلمنا كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون أجود بالخير من ريح المرسلة وأجود ما يكون في رمضان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم فينبغي على كل واحد مننا أن يغتنم هذه التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى وأن لا يضيع الفرصة وأن لا يتكاسل وأن لا يرقد وأن لا يكون أصحاب الأهواء ولا من الذين تسيطر عليهم الأهواء رأيت من اتبع أو ما رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة فالهوى يذل الإنسان ويدمر الإنسان ولا يأخذ بيد الإنسان إلى طريق النجاح وإنما يأخذ بيد الإنسان إلى طريق الهلكة وإلى طريق الضلالة ولذلك الإنسان لابد أن يختنم هذه الأيام طيب يا مولانا التجارة الرابعة دي فإيه كمان فيها أن القرآن والصيام ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن ده والصيام ده بيشفع لي وليك بيشفع لي وليك أي والله القرآن بيشفع لي وبيشفع لحضرتك والصيام بيشفع ليك وبيشفع ليه بس الصيام الحقيقي ونحن قلنا في أول الكلام في أول الحلقات الصيام ليس هو يعني مجرد الإمساك عن الطعام والشرف فقط أو المفترات فقط لأ وإنما الصيام الحقيقي وصيام مخواص الخواص صرفوا النفس عن الهمم الدانية صرفوا النفس عن الهمم الدانية والأفكار الدنيوية والاتجاه إلى رب البري بالكلية فالإنسان بيصرف نفسه عن المهالك عن الأمور التي تأخذه إلى طريق الضلالة التي تعكر عليه صف هذه الحياة والتي يعني تكون سببا في أن يكون في هذا الشهر المبارك الكريم لا يؤديه على حقه أو كما قال الله سبحانه وتعالى ومران الله سبحانه وتعالى فيه فالإنسان متكاسل ده الصيام الحقيقي سيدنا نبي يقول الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة يقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهراب والشهوات فشفعني فيه فيشفعان لتنين ليتنين بيشفعون العبد فيشفعاني يعني الصيم يشفعلك ويشفعلي كؤان يشفعلك ويشفعلي بس ما علي أن أنا إيه أن أنا أؤدي حق الله سبحانه وتعالى أن أنا مضيعش الأوقات هباء منثورة أن أنا أستغل كل دقيقة وكل لحظة وكل يعني ثانية مضيعاش أبدا حتى أكون يعني من الفائزين في هذه التجارة عارف ليه هقول لك دلوقتي معنا اتصال حق سعاد سلام عليكم ألو أهلا وسهلا بحضرتك ربنا يبارك في سيادتك ويحفظك ويديك الصحب يا رب والأم كلها والدول العربية والإسلامية يا رب اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين كل سنة حضرتك طيبة يا فندم ربنا يخليك الله يخليك أمورين يا فندم الأمر الله حبيب في سورة طه الآية 96 بتقول أعوز بالله من الشيطان الرجيم قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فأنا بدتها وكذلك سولت لنفسي قبلها قال ما خطبك يا سامري يعني أيضا عرف إيه معنى الآية دي حاضر أجابك دلوقتي ماشي إيه تاني ماشي يا فندم هنجاوب على هذا السؤال في الفترة المحددة إن شاء الله ماشي فالقرآن والصيام يشفى عن العبد يوم القيام كذلك ربنا وضع في هذا شهر المبارك الكريم أيضا عوامل النجاح في هذه التجارة الله سبحانه وتعالى جعل باب في الجنة مخصص للصائب مخصص للصائب إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيام بس تبتعك أنت ده فإذا دخلوا أغلقوا هذا الباب ده الباب ده خاص بي أو بيتك ده خاص بالصائم القائم الذي يؤدي حق الله والذي يؤدي فرائض الله والذي يكون مع الله بكليته والذي يسير ومتجه بكليته إلى ربي سبحانه وتعالى ترك الدنيا ويعلم أن هذه الدنيا كما قال الله عنها وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب هذه الوحيدة بس في العنكبوت له ولعب لهون ولعب اللعب ده خاص بالأطفال والكلام من ده والحاجات دي يستقطع وقتا والأطفال غير مقلفين إنما ربنا قال لك بدأ هنا وقام الحياة الدنيا إلا لهون ولعب بدأ باللهو فالإنسان يترك ما عليه من واجب ويذهب إلى اللهم ولذي تشوف القرآن قال لك عشان المناسبة بقى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوات اللعب ده خاص بالأطفال غير مكلف إنما بقى المكلف وعنده واجب وعنده مش عارفه كلام من ده بيطرك ويذهب إلى الله الحاجة محمود سلام عليكم الله يخليك تفضل علي صوتك شو يا حاجة محمود كل سنة وانت طيب كل سنة وحاضرتك طيبة والصح والسلام تفضلي والله هسأل حضرتك سؤال كيف تفضلي يا فن أنا عندي ابني يعني على وش جواز كل يوم بخلص جيش ابنك آه ربنا يبرك فيه يا رب الله يخليه كل ما نروح لوحدة أهلها يطلعوا بحجاج وروحنا الناس كتير ومن دونهم قريبنا فمش عارفين إيه بألاف فينا بس الحمد لله والله احنا ملتزمين جدا ومن ملتزم ومخلص كلية ايه حاجة مخلص تربية انجليزة وشغال مدرس تمام شغال مدرس اه تمام انتو ريف ولا في الريف ولا في الكهيرة لا احنا في الريف حلوة او تمام منين من منوفية من منوفية تمام ايو حاضر طب شوفوا بس يعني اين مطلوب نعمله او مطلوب مننا دعاء ندعيه او حاضر هقول لحضرك دلوقتي ماشي ان شاء الله حاضر ماشي طيب نجوه على هذه الاسئلة الحق السعب تقول لي مولانا في سورة طاها قال ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يابصر به فقابضت قابضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي من السامري ده مولانا السامري ده يعني قصة طويلة بس انوضحها في عجالة السامري ده كان نساء بني اسرائيل يعني حينما يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم يحملوا فكانوا بيهربوا فيروح يولدوا على الجبل يروح يولدوا على الجبل ويسيبوا الاطفال الملائكة بتربيه هكذا روية يعني الروايات فالسامري ده اللي رباه جبريل خلي بالكم هكذا تكون الرواية اللي رباه جبريل فكان عنده خاصية مش موجودة عند حد ايه الخاصية دي انو يرى الملك لانه ربيب ايه الملائكة فجبريل هو الذي رباه وفي رواية يعني رواية اخرى ان هو رضيع الملائكة فبقول لك فبصرت بما لم يبصروا به يعني انا شفت حاجة هم اصلا مش شايفينها الحاجة دي هم مش يعرف يشوفوها انما انا هعرف اشوفها لان من الخصائص بتاعتي ان انا ربيب الملائكة الملائكة اللي ربتني فانا هقدر اشوف الملك وهو بيتحرك وهو جاي فلما جه الملك لسيدنا موسى عشان ياخد سيدنا موسى وروح ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه للمقات الذي يعني وقته الله هو المعاد الذي حدده الله فرأى السامري هذا رأى الملك فالآب يقول لك فبصرت بما لم يبصروا به فقبضتوا قبضة من اثر رسول فنبذتها عمل ايه بقى طبعا حاب يقولون ان اله موسى اصلا موسى راح الاله الاله موسى سابه هنا فكان نسابا اسرائيل خدت الدهب من على سبيل العير كده الكلام ده واستعارة وخدوه فجماع كل الدهب ده وعملوا كانوا هم برعين في التماثيل وعمل التمثال كان ده من يعمله من جوا مخور فعشان يعمل صوت له خوار كما قال القرآن فلما الصوت يخش من قدام ومفتوح من قدام ومن ورا فيعمل صوت مع الحلزونة اللي موجودة دي وقالوا ان السامري اخذ هذه القبضة فعجنها مع هذا ايه الدهب اللي هو وزاك شركوا ابو لك فبصرت مما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر رسولي فنبذتها وكذلك سولت لنفسي وكذلك ايه سولت لنفسي فاتن القوم وزاك ربنا سبحانه وتعالى مهد على سيدنا موسى الكلام قال له ايه قال له في بداية القوم ان فتن قومك من بعدك واضلهم السامري عشان سيدنا موسى مجحش بقى غضبان وكلام من ده لان سيدنا موسى كان غضوب قال له ان فتن قومك من بعدك واضلهم السامري فلما رجع موسى لقومي غضبان اسفا قال بئسما خلفتموني من بعد اعجلتم ام ربكم واخذ الالواحة واخذ برأسي اخي يجروا الى غير ذلك من هذه الاية خلاص كده عرفتنا يبقى كان ربيب الملائكة فبصرت بما لم يبصروا به فقضت قبضتا من اثر رسولي فنبذتها وكذلك سولت لنفسنا موسى قال له انظر الى هيك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق انه ثم لننسف انه في اليوم ملاسف الحجة السادسة هناك معنا طيب الحجة هناك فضلي السلام عليكم عليكم السلام السادسة حضرتك بس في سؤال على صوتك بس شواء الله يخليك زوجي طبعا في الظروف ان احنا كلنا عانينه في البيت عشان الكورونا فطبعا بيبقى مثلا عايز يعد يتحدث او يتكلم في الصيام او بعد الصيام بعد قبل ما نصلي التراويح فبنين بيجي يتحدث ضروري يتحدث بيجيب سيرة اي حد من الناس بيعمل ايه بيتكلف زيرة الناس اه يعني اوه غضبا عنه بيجيب سيرة الناس اه في الكلام فانا ببقى مش قادرة اوقفه في الكلام وابقى مش عايز ان انا طبعا اه اقعد اتكلم وابقى اتجاوز معاه في الكلام فمش عارف اعمل ده زوجك حاضر ايه حاضر افنو اجاوبك محمد بتقول يا مولانا انا ليه يا ابني يعني خلص كلية وخلص جيش ربنا يبارك فيه وحفظه فكل ما يتقدم لعروس اول ما يتبطر الى الزين من الناس ولك ده اصلا معمول له حاجة لا انا سألتها حضرتك من المدينة ولا من الريف من الريف كلنا انا راجل ريفي برض راجل فلاح وريفي قالت مترخم معروفة يعني فاحنا عارفين بعضنا وحفظين بعضنا وده حافظ ده حافظ ده واخلاق واخلاقها ايه والدينة راحة فين وجامنين وازا كان بيقولك بنت فلانة تقدم لها سين من الناس ده ده زين مختار الده راجل محترم ومؤدب وسمعون طيبة وستاذ محترب طبعا انا مش بزم سبح الله لكن انا بوضح لك الامر بيختلف ازاي عن المدينة المدينة هنا محدش عارف بعض العمارة كلها ما بعضها بقى فرح في جيمة وميتا في جيمة في شقة تانية وما حدش عارف اي حاجة الا ما يكن بسا يعني منطقة شعبية كلنا حافظين بعضنا ده اللي بيبقى معروف بس انما في مكان راكي ولا غير ذلك اللي في الشقة الاولانية معروفش اللي في الشقة تانية ونعرفوا بعض بلو السلام عليكم وانتحداك سكن معايا وقلاص بس لا اكتر ولا اقل فانا زالتها فهو يعني يروح مرة واثنين وثلاثة وما يقسم رحمة الله سبحانه وتعالى ودائما وابدا يعني يقول وافوض امري الى الله هو ده وافوض امري الى الله اللهم اختر لي وردني يا رب العالمين دائما يقول الدعا ده وافوض امري الى الله اللهم اختر لي وردني يا رب العالمين وردني به يا رب العالمين خلاص والانسان يضع ربنا سبحانه وتعالى في السر والعلانية في السر والعلانية بالليل والنهار وما يأس أبدا من رحمة الله الحق هناك بتقول يا مولانا زوجي عمالي يكلم دي مشكلة من مشاكل الكبرى بقى أخوانا أي واحد إحنا عاديين فلان رح وفلان جهه وفلان عملت وفلان زملت يعني سيدنا أبوكر الصديق كان يمسكه بزمام لسانه يمسكه بهذا اللسان ويقول هذا الذي أوردني المهالك هذا الذي أوردني الموارد اللسان أمير البدن خلي بالك الكلمة اللي حضرتك بتقولها بس ده الكلمة ده هي ربنا حسبك عليها يقول لي زي مولانا مش ربنا قال في القرآن الكريم ولقال خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أوف معايا ابدأ كده عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول أي ما يقال له من بداية قول من بداية قول ما يلفظ من قول أي ما يقال له من بداية قول القول العادي العادي يوقف صاحبه على الصلاة ثلاثة مرات ثلاثة مرات قول العادي في المرة الأولى ربنا يقول أنت فلان يقول له نعم يا رب أنت الذي قلت كذا في المرة الثانية يقول له نعم يا رب في المرة الثالثة ولما لم تقول يقول له يا رب كنت أخي فلان وأشرع عن أخي فلان في المرة الثالثة يقول له الحق سبحانه وتعالى ولما لم تقول خيرا منها فهذه غيبة إن كانت فيه فقال اختبت وإن لم تكن فيه فقالبهت يعني ظلمت وافتريت عليه الكذب امسك عليك لسانك احذر لسانك ايها الانسان وحضرتك ما تستمعيش له ساعت ما يكلم في حاجة اذا كنت اعمل لي اكنك بتعمل حاجة في المطبخ اعمل لي اعمل حاجة في الشقة ما تفتيش خالص او تغير الموضوع ما لاش نجي في زيرة فلان ولا علان الله يسهل له والله يصلح حاله يقفل الطريق كده علي من البداية ما تسمعيشي يقول لي الله يسهل له والله يصلح حاله مش عاوزين نشل زنبه مش عاوزين نختابه الا غير ذلك من هذه الامور نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك فانه ثعبان كم في المقابر من جليس لسانه كانت تهاب لقاءه الشجوعان وهنا اقول اللهم اجعل مصر لدى السلم والسلام والامن والامان والرضا والاستقرار نسألك يا ربنا ان تعمي شبابها وابناءها ونساءها وغيشها وشعبها وامنها وسائر بلاد المسلمين والعالمين ببركة رسول كريم والله اكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم لا والذي خلق الاكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا